ونجحت البعثات النوعية في خطة تفويق الحجاج المصريين على مشعر عرفات وسط إجراءات أمنية لوجستيا ميسرة وذلك بهدف توفير سبول الراحة والأمان لديوفرحمن ومن جانبها اعتمدت البعثة الطبية خطة تنبذ تنسيق مع السلطات السعودية لتأمين الطبية للحجاج المصريين خلال أدائهم للمشاعر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أكثر من مليوني حاج من ضيوف الرحمن تم تصعيدهم إلى مشعار عرفات بعد قضاء يوم التروية وسط إجراءات أمنية ولوجستية وتأمين طبي ميسر على كافة الأصعدة سواء على مستوى سلطات السعودية أو البعثات النوعية ومنها البعثة الطبية المصرية الحمد لله الأمور الصحية لكل الحجاج بأفضل حال تم التنسيق لتفويج كل الحالات المنومة وتم وصولها إلى مستشفيات عرفات الحمد لله وحتى الآن ما فيش أي حالات فيها أي مشاكل وما فيش حالات تم الإبلاغ عنها في صعيد عرفات بتعاني من أي مضاعفات أو أي إجهة حرارية الحمد لله حتى هذه اللحظة لدينا 9 فرق طبية تم توزيهم على كافة المستشفيات في مشاعر ميناء وعرفات للتواصل مع السلطات الصحية السعودية وجمع كافة المعلومات ومتابعة كافة الحجاج المصريين اللي تم الدخولهم داخل المستشفيات في المشاعرين إن شاء الله كما حرست البعثة طبيات المصرية من خلال فرقها الوقائية أن تجوب مخيمات الحجاج المصريين برشادهم ببعض النصائح التوعوية في كيفية الوقاية من ضربة الشمس والأمراض المعدية مشاعر عرفات طبعا درجة الحرار هنا عالية جدا ودي بتأثر على مجهود الحجاج فإحنا بنيدي لهم نصائح بالإكسار من شرب المية بأنه يفضل في أماكن ضلة في جوى الخيام المكيفة والرسول عليه الصلاة والسلام قال وقفتها هنا وكل عرفة موقف فإحنا بننصحهم إنهم خصوصي كبار سن إنهم يعودوا في أماكن ضلة مكيفة يكتغطروا من شرب المية بسبب ارتفاع الشديد أو في درجة الحرارة وعلى الرغم من ارتفاع درجة الحرارة هنا في مشعار عرفات إلا أن الأجواء الروحانية كانت القاسم المشترك بين ضيوف الرحمن كافة فيريد ربنا علينا إن إحنا جينا في المكان ده والحمد لله والشكر لا أولا وآخرا هو له الفضل الكبير مش عارفة نوصف لك بيه بس أنا سعيدة جدا كفاية بس إن إحنا ضيوف الرحمن النهاردة وربنا يربي يتقبلها منا فارحين بأنه الله يختارنا أن نكون من ضيوفه في هذا العام حاسب فرحة والله وربنا الحمد لله ربنا جاتب لنا إن إحنا نجي هنا ونحج والحمد لله على قد كده والله طمؤنينة طمؤنينة وفرحة ما حدش هيقدر يستعوي بقى غير اللي جي هنا إحساس أنت بقاش أصلا متصور أنت تدعي أنت بتسيب الدعوة تطلع من قلبك لربنا تلقائيا كده فيا رب يا رب كل حد ما جاش هنا ربنا يرزقه يا رب إن شاء الله كنت أحلم ولا تخيل إن أنا جينا كنت بتمنى عمرة بس لقيت ربنا جابنا إحنا اللي اتنين ربنا يتقبل منا جميعا ويرزق كل واحد ما جاش هنا يجي هنا فعلا يعني الحمد لله في نعمة ورضا من عند ربنا والله والبعثة بتاعتنا ناس محترمة وبعملوا كل اللي نطلب بيدكاترة وحس بإحساس جميل ربنا وعد لكل مشتاق لا صوت يعلو فوق صوت دعاء ديوف الرحمن على مشعار عرفات فالكل فيه صراع وجلد مع النفس للفوز بالجائزة الكبرى والعتقى من النار نسأل الله ذلك من مشعار عرفات محمد حلمي التلفزيون المصري